السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتحدث حول موضوع أهم جدا وهو موضوع الأمن السبراني طبعا في عصر تتسارع فيه وطيرة التحول الرقمي كل يوم في تحولات وتكنولوجيا جديدة ودجتال تراسفورميشن وذكاء الصناعي يعني تبرز الأهمية لموضوع الأمن السبراني كأنصر حاسم لحماية البنية التحتية الحيوية كذلك حماية البيانات الشخصية حماية الأنظمة المالية من التهديدات كل هذه عبارة عن مجموعة من التهديدات التي يمكن لهذا الأمن السبراني سيبر سيكورتي أن يشكل ضروريا ضد مجموعة واسعة من الهجمات طبعا من هذه الهجمات في واحدة منها تسمى بهجمات الفدية تسمى بلغة إنجليزية run somewhere وهو عبارة عن تشفير ملفات الضحية عن طريق الفيروس أو عن طريق أحد البرامج ويطلب المخترق أو الهكر مبلغ مالي لفتح التشفير وإلا كل الملفات تذهبها باء المنثورة لا فائدة منها طبعا يأتي الهكر ويطلب مبلغ مالي أن تدفع له عن طريق الكريبتو كارنسي حتى يعطيك المفتاح لفك التشفير أيضا شيء يسمى بالتصيد الانتحالي phishing phishing أنك تستلم رسالة على بريدك الإلكتروني وهذه الرسالة وكأنها قادمة من مصدر موثوق مثل bank تستلم رسالة من bank ويقول لك اضغط على هذا الرابط حتى تجدد كلمة السر الخاصة بك أو قد تصلك الرسالة من شركة كبرى تثق باسمها ويتثق بها لهذا تضع المعلومات هذه كلها تسمى بوسائل وآليات أيضا الفيروسات الفيروس التي تدمر الأجهزة هذا أيضا تعتبر من البرامج الخبيثة والضارة فحقيقة هذا الأمر يدعونا إلى أن المؤسسات والدول تتبنى مناهج حديثة للتوعية والتثقيف والتدريب حول موضوع الأمن السبراني cyber security طبعا من الدول الرائدة في هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية تقود الولايات المتحدة الأمريكية العالم في مجال الأمن السبراني بفضل طبعا استثماراتها الضخمة في التقنيات الأمنية كذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير معايير هذا العالم وهذا العلم بالتحديد كذلك روسيا روسيا لها بعض كبير وطويل في موضوع الهكارز والمخترقين والأمور الأمنية لها أنشطة حقيقة متنوعة وكثيرة وكثير من الهجمات يقال أنها من روسيا كذلك الصين الصين لديها قدرات متقدمة في مجال الأمن السبراني سواء من حيث الدفاع أو حتى من حيث الهجوم دول الاتحاد الأوروبي يعني يعزز الاتحاد الأوروبي الأمن السبراني ومن خلال تشريعات مثل في واحدة من التشرعات الهامة يسمى بالجي دي بي هو عبارة عن لائحة عامة لحماية البيانات التي تعمل على تحسين التعاون بين هذه الدول في مواجهة التهديدات السبرانية على صعيد الدول العربية حقيقة في مجموعة من المبادرات من الدول العربية في وضع السياسات والتشريعات والدورات والمؤتمرات والندوات حول هذا المجال من هذه الدول طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر رائدة في مجال الأمن السبراني في المنطقة العربية لديها استراتيجيات وطنية للأمن السبراني ومراكز متخصصة مثل مركز الإمارات للأمن السبراني تصدف كذلك الإمارات حقيقة فعاليات دورية دولية مثل مؤتمر القمة العالمية للأمن السبراني أيضا المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون مركزا عالميا للأمن السبراني حيث أنشأت مؤسسة أو هيئة اسمها الهيئة الوطنية للأمن السبراني تعمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة لبناء القدرات الوطنية في المملكة طبعا وتركز على حماية البنية التحتية الحيوية مثل قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز كذلك قطر دولة قطر أيضا تعمل على تحسين موضوع الأمن السبراني عن طريق استراتيجيات وطنية شاملة في مركز اسمه مركز قطر للأمن السبراني يعمل على تعزيز الأمان الرقمي وكذلك الاستجابة السريعة للحوادث الأمنية والسبرانية مصر دولة مصر لديها قدرات هائلة في موضوع الأمن السبراني وتعمل على تعزيز الوعي الأمني بين المواطنين وكذلك أنشئ الجهاز اسمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو عبارة عن وحدة خاصة للتعامل مع الحوادث السبرانية طبعا لو أخفلنا مبادرة لم نذكرها في هذه الحلقة أرجاء ذكر هذه المبادرة في التعليقات لتجويدها في الحلقات القادمة والاستفادة من المبادرات العربية في مجال الأمن السبراني حتى على صعيد الشركات والمؤسسات والمراكز والجامعات يعني أرجو أن تذكر في التعليقات لأجل الفائدة طبعا التحديات التي يواجهها العالم في مجال الأمن السبراني تتطور باستمرار حيث يصبح مع الوقت المهاجم أكثر تطورا وتنظيما وبهذا الجهات الأمنية بحاجة إلى استمرارية التوعية والتدريب المتخصص والتعاون الدولي حتى تصبح هناك مواجهة لهذه التهديدات المتنامية طبعا توجد العديد من الدراسات والبحوث العلمية أثناء أعدادي لهذه الحلقة في واحدة من المجلات العلمية المحكمة اسمها Journal of Cyber Security هذه مجلة حقيقة رائعة في البحوث التي تتحدث عن التصدي للهجمات بشكل استباقي أي التهيئة وتخيل كيف سيكون الهجوم حتى تكون المؤسسات والمنشآت والهيئات مستعدة لهذا الهجوم لهذا تركز البحوث العلمية على موضوع التنبؤ والاستعداد للتصدي للهجمات بشكل استباقي كذلك حقيقة البحوث العلمية تحاول الإفصاح ونشر التقنيات التي تستخدم من قبل الهكرز والأتكرز والمخترقين لأجل تحسين الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل فعال طبعا لتحقيق مستقبل أكثر وأمانا يجب على المؤسسات والدول والهيئات أن تعمل مع بعض لتعزيز الأمن السبراني تطوير الوعي الأمني أيضا تبني أفضل الممارسات يجب التثقيف حول هذه الممارسات حقيقة لدينا جهل كبير في موضوع السايبر سيكورتي من التأمين الشخصي للحواسيب الشخصية إلى تأمين المؤسسات في كثير من الثغرات والحاجة حقيقة ماسة إلى التعليم المستمر والاستثمار في الأبحاث الحديثة والجديدة والتكنولوجيا كذلك سيكون التوعية المستمرة ستكون حاسمة في مواجهة المخاطر المتطورة في هذا المجال طبعا الباب مفتوح للتعليقات حول هذه المواضيع موضوع التكنولوجيا المتقدمة موضوع السيئاسات السراتيجية التعاون العالمي يمكن ذكر ذلك في التعليقات وكل هذه الممارسات والتوصيات تضمن حماية البنية التحتية الحيوية والبهانات الشخصية ضد التهديدات السايبرانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة